دكتور محمد أهم المشاكي ومعوقات التي تعاني حضرتك من عدها وبقية الأساتذة حقيقة هي ليست معاناة شخصية وإنما نحن نحمل هموم فئة كبيرة من الأساتذة ومن تسبيع التعليم العالي حينما كانت هناك بارقة أمل في الحصول على مسكن لائق يؤمن السكن الكريم والمستقبل له والعائلته هذه بارقة الأمل كانت حقيقة كان يستحقها الأساتذ الجامعي خصوصا وأنه قدم الكثير ومدى المجتمع بمختلف التخصصات وأجيانا عبر أجيال ولكن حقيقة كان هذا المشروع عبارة عن خيبة أمل كبيرة للأساتذ الجامعي والذي فقد فيه أماله وفقد أيضا الأمل في الحصول على هذا السكن في عملية احتيال كبيرة جدا لمدة ثمان سنوات ودون جدوى ودون هدف ودون أي قرار واضح أو أي إجابة واضحة من الوزارة نعم وزين دكتور محمد إبرايك شون السبب اللي يعرق لهذا المشروع على مدى ثمان سنوات أنا ما أخفي كسر أنه نحن أمام ضبابية كبيرة لأسباب مجهولة أولا التدريسي أودع المال في مصرف الرافدين وهو جهة حكومية وأودعه لحساب جهة حكومية أخرى وهو صندوق التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأن العقد الذي وقعه أيضا وقعه مع مجموعة أطراف الطرف الأول كان المستثمر والطرف الثاني وزارة التعليم العالي ومن ثم المشتري ولذلك كانت هناك ضبابية كبيرة حقيقة للموضوع وعدم رؤية واضحة أين ذهبت تلك الأموال أين ذهب المجمع المجمع عبارة عن أطلال ولا توجد أي مسعقات مناشدات كثيرة للوزارة عبر الوسائل الإعلامية وعبر اللقاءات الشخصية وعبر التظاهرات دون أي إيجابة رسمية وواضحة من الوزارة نعم بالشكل وتكتم كبير علما أن المشروع من العام 2014 نحن الآن في مقبل عام 2022 نعم يعني من خلال مناشدتكم للوزارة شو نردهم؟ لا يوجد أي رد رسمي عبارة عن مماطلات وتسويف ولا يوجد أي رد رسمي تحريري نعم وعليه نحن فقدنا الأمل في الوزارة حقيقة ومن هذا المنبر الشريف نناشد أعلى جهة في الدولة وهي دولة سيد رئيس الوزراء نعم أن يتبنى هذه القضية لمن خدموا العلم والتعلم في ساحات المعرفة أن يتبنى القضية وأن يحالل الموضوع هذه الأرض الكبيرة بدل أن تسرق حقيقة إلى استثمارات أخرى أن توزع لهؤلاء الشريحة من التدريسين وهناك فرص كبيرة من خلال القروض التي قدمتها الدولة لتوفير سكن لائق للأستاذ والتدريس يتناسب مع مكانته نعم يعني في حال أن هذا المجمع ما أتمه هو أول شيء قد نسبة إنجاز حاليا؟ لا يوجد إنجاز مجرد أطلال قليلة جدا ومتوقف نهائيا يفترض أن الشقق تسلم في عام 2018 أو 2017 ونحن الآن نتجه للعام 2022 ولا وجود لأي شقة واحدة من 7700 شقق يعني المفروض قبل أربع سنوات أنتم استلمينها شقق وقاعدين بها ثم هناك إشكالية كبيرة حقيقة إن المبلغ الذي قدمه في عام 2014 اللي كان هو خمس ملايين دينار حقيقة إحنا نعرف الكثير من الأساثة هناك من باع سيارته هناك من باع ذهبه هناك من استقرضه هناك من أخذ الديون حقيقة ليؤمن هذا المبلغ الإشكالية وين؟ إنه هذا المبلغ الآن بعد ما يسوى أي شيء يعني كان في وقت هاي الخمس ملايين كان ممكن أن يشتري في أطراف بغداد قطعة بسيطة لأنه غير قادر على شراء ومن ثم أين ذهبت هذه المليارات وأين استثمرت هذه السنين؟ أين استثمرت؟ برأيك وراحت فلوس هذا المشروع؟ إذا كانت في مصارف لابد من وجود جدوى اقتصادية أين ذهبت هذه المليارات؟ ولماذا يقع ضحيتها الأستاذ الجامعي؟ نعم يعني برأيك اليوم مراحت هذه المليارات لهذا المشروع؟ يعني كل أستاذ خمس ملايين وهو سبع تالاف واحد يعني وأنت احسبش قد المليارات اللي جونت من هذا الموضوع؟ حقيقة هذا السؤال اللي أيضا محيرنا أنه واللي وضعنا فيه دوامة أين ذهبت تلك الأمال؟ هناك تسريبات حقيقة من الوزارة ولكنها ليست رسمية نعم تؤكد أنه لا وجود للمبلغ في صندوق التعليم العالي مدى صحتها ما أعرف حتى أكون صادق أمام المشاهد وأمامكم زين خاطبت الوزارة حول تأكيد ما يخص هذا الموضوع؟ هناك عشرات بل مئات المراجعات للوزارة وفي كل مرة عذر وآخر مرة قالوا أنا قدم طالبات انسحات وهي جبرية حقيقة وقد ما تنسى الناس دون جدوى ماكو جدوى لا أكو قاع لا أكو شقق لا أكو عادة للأموال لا أكو تعويض لهذه الأموال اللي يبقت عندهم هاي السنين كلها تدريسي الآن ميلد أموال يريد تعويض بغرض حقيقة هو أساسا دفع المبلغ لأجل سكن وين هو؟ نعم يعني يوم أنتو ترضون ببديل أن قطعة أرض تعويض للتدريسي في مكان يعني هذا المجمعات السكنية حقيقة نحن نخاف من قضية نعم نخشى من الموضوع جدا مهم أن تذهب هذه الأرض إلى استثمارات تجارية وتسرق حقوق التدريسيين وعليه أن الدولة منحت فرص كبيرة من خلال القروض وبالإمكان التدريسي الذي لا يملك قطعة أرض ولا يملك سكن أن يستفيد من هذا المشروع حقيقة وأن يوفر السكن لائق له وعائلته وأكد مناشد دولة رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذا الموضوع وهناك مفارقة عجيبة حقيقة اللي هي؟ هل على الأستاذ الجامعي أن يصبح يوتيوبر؟ أن يصبح على اليوتيوب مهرج لكي يتصل مناشدته؟ عشرات المناشدات وجهت من قبل الأستاذ الجامعي وعلى مختلف القنوات دون جدوة لا يوجد استجابة لا يوجد استجابة وأبسط يوتيوبر الآن أي مناشدة بسيطة توصل ويستدعيه دولة رئيس الوزراء وشفتوهم أنتو بمواضيع بسيطة إذن أين دور الأستاذ الجامعي؟ وهناك وزارات عديدة حقيقة قدمت قطع الأراضي والسكن اللائق لمنتسبها فأين وزارة التعليم العادي؟ نعم يعني دكتور محمد برأيك اليوم كقطع أراضي ممكن تخدمكم زيان اليوم أنتو أيضا يحتاج لكم مبالغ مالية لبنائها؟ حقيقة الدولة وفرت وفرت القروض العقارية وقروض البناء للأساتذة ممكن أن يبني على قد القرض يعني أنتو مقابلين بقطع الأراضي في حال أنه ما كمل هذا المجمع؟ حتما حتما الموضوع هو المبلغ قدم لغراط السكن نعم